رجعنا لكم جديد. بفضل جديد. ما تنسوا اشتراك في القناة. وشاركة الفيديوهات مع الاصدقاء لتعمل فائدة للجميع. اليوم راح نتعلم كيف نغير كلمة سر كارت الزراعات كارت الاتيمة من داخل التطبيق بخطوات بسيطة. تابعوا معي لنتعلم الطريقة. اول شهر راح نسجل لدخول على تطبيق الزراعات. بعدين راح نروح لهون. وهي القائمة. نضغط عليها. بعدين راح نختار هذا الخيار. بعدين راح نضغط على هذا الخيار. هلا راح اضغط هون على هادا الكارت. راح اضغط هون هادا الكارت اللي بدي اغير كلمة سر تبعيته. راح تطلع لي هاي الواجهة. هلا راح احطيني هادول الخيارات. اول خيار هون عبيعطيني كشف حساب. كل شي عملته عن طريق البطار. مسلا حطيت مصاري. سحبت مصاري. اشتريت من الكارت. كل شي عبيعطيني بهذا الخيار. راح ارجع عطي رجوع. راح ننزل هلا هون على اخر خيار على ضبط الكارت. بضغط عليها. هلا راح تطلع لي هاي الواجهة. هون بنزل على اخر خيار على كلمة شيفرة. بضغط عليها. هنا عم يطلب مني كلمة سر. مكونة من اربع ارقام. ارجع عيدها. وانا على كلمة دوام. طلع لي اشارة صحة الشاشة. بهذا الشكل بيكون مغيرت كلمة سر كارت لاثيمة بكل سهولة. موسيقى موسيقى